تتراكم الحصون السياسية التي تسيج ترابلس ليأخذ المسلحون راحتهم في القتال ويمارس التفنن في القنص يشرعون مدينتهم للقتل اليومي ولسقوط المدنين ضحايا المحاور أما زعماء المتاريس فإنهم أحياء يرزقون يوميا بذخيرة الحرب معتقدين أنهم من بيب التبين وشبل محسن سيغيرون مجرى المعادلة الدولية في سوريا فهل استمع هؤلاء إلى جون كاري يقول أنه انضم متأخرا إلى جهود وقف العنف وهل بلغهم تصريح سليم دريس قائد أركان الحر عن شح مؤنة القتال في سوريا ما سيدفع المعارضة إلى خسارة المعركة فلأي هدف يستمر حرق أعصاب الترابلسيين وحلول سوريا تحت المطدع الروسي الأمريكي الذي يتمهل في عقد جونيف 2 مانحا النظام فرصة كي يكسب جولات في العسكر ويقضي على مستطاع من مسلحين حتى إذا ظلوا أحياء شكلوا خطرا على أوروبا وأمريكا والعرب ومن بين معادلات فلاديمير بوتين وباراك أوباما أين يقع أبو عبد كبارة وما محل تهديده من الإعراب ومن ولاه ترابلس ليمهل الناس 48 ساعة قبل أن يطلق النار وبعد ساعات قليلة على تهديد النائب كبارة واتهامه قيادة الجيش ورئيس الجمهورية بالتواطئ بدأ فوج التدخل الرابع في الجيش عمليات دهم في جبل محسن وانتشر على سطوح الأبنية سوريا صوت استغافة آخر صدر عن رئيس الائتلاف السوري المعارض بالإنابة جورج صبرا الذي وجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يناشده الإسهام في فتح ممرات لإخراج الجرحة من مدينة القصير إلى المناطق اللبنانية أو السورية لكنه في مرات سابقة ساهم حزب الله في تأمين منافذ لخروج الجرحة فدخل المسلحون وإذا كان لابد من ممرات آمنة فلماذا لا تفتح عن طريق حمص ثم تركيا وما تتخذ من لبنان ممرا فإنه سوف يصبح لهم مقرنا للجهاد وكفى هذا الوطن جرح ومقاتلين على مستوى المواقف الدولية لا صوت يعلو على القصير الذي وعد بإحباط أي تدخل عسكري في سوريا فيما اعترف وزير الخارجي الأمريكي جون كاري بأن واشنطن انضمت متأخرة إلى جهود وقف العنف مشيرا إلى أنه ونظيره الروسي سرجي لافراف لا يزالان يعملان لعقد مؤتمر جونيف اثنان لكن يعود إلى الأطراف على الأرض تقدير ما إذا كان سيعقد ولعله بذلك يحث الهمم بالحسم العسكري في عملية سباق مع الحل السياسي وإذا ما تأخر جونيف في الانعقاد أكثر فإنه قد يضم إليها الأزمة التركية التي لاحى ربيعها ومن فرط تعلق رجب طيب أردوغان بالربيع العربي فقد أتاه مدبلجا إلى التركي حاملا من ساحة تقسيم الشهيرة طلائع التقسيم ومهددا رئيس الحكومة باقتصادها عصب وجودها